بدعم من المقاومة الشعبية نجحت قوات القيش بصد هجوم ميليشيا الحوثي على مناطق في البيضاء وفق مصادر محلية فإن الميليشيا حاولت إحداث اختراق لصالحها عبر التسلل ليلا في جبهة الحبج وهي الجبهة التي تشهد مواجهات عنيفة بين القيش والحوثي منذ فترة طويلة مصادر عسكرية أكدت إحباط القيش للهجوم الذي شنته الميليشيا على مديرية الزاهر جنوب غربي المحافظة ونجحت قوات القيش بإلحاق خسائر في صفوف الحوثي حيث أكدت المصادر تدمير عدد من الآليات العسكرية خلال المواجهات التي تمت في موقعي الأريل والحصير في جبهة الظالع نفذت قوات القيش هجمات عدة على مواقع مثلت مقر لميليشيا الحوثي وقد أفادت المصادر العسكرية بتمكن الجيش من تحرير تلك المواقع بعد معارك شديدة أدت إلى خسارة الحوثي لمواقع عسكرية من ضمنها المركز الرئيسي للقوات الخاصة المعارك الدائرة في الظالع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثي وتدمير عربات ودوريات عسكرية وقد أثمرت خسارة الحوثي لتلك المناطق المهمة إلى تحقيق الجيش تقدما باتجاه منطقة شخب التي استطاع من خلالها الوصول إلى منطقة الفاخر غرب مدورية قعطبة بينما أكدت مصادر محلية عن تدمير الجيش لعربات عسكرية تابعة للميليشيا في جبهة العود في مديرية قعطبة وهي المديرية التي يحاول الجيش استعادتها بعد سقوط مناطق مهمة فيها بيد الحوثي ترجمة نانسي قنقر